إلى ما قام به مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز الرجل ذهب في زيارة سرية إلى الصين الشهر الماضي وفقا لما ذكرته صحيفة فينانشيل تايمز اليوم البيت الأبيض رفض ومعه وكالة الاستخبارات المركزية التعليق على الزيارة لكن مسؤولا أمريكيا قال للصحيفة أن بيرنز التقى مسؤولي الاستخبارات الصينية خلال الزيارة وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن واشنطن تريد أن تبقي خطوط التواصل مفتوحة مع بيكين عبر قنوات الاستخبارات في الجانبين هذا أمر يحتاج إلى تأمل في الحقيقة الكلام الخشن الذي يصدر تجاه الصين انطلاقا من الولايات المتحدة الأمريكية وانطلاقا أيضا من حلفاء أمريكا في الهلال المحيط بالسواحل الصينية وخصوصا في بحر الصين الجنوبي والتناقض هو تلك الزيارات السرية التي باغتنا بها هذا المسؤول الأمريكي الرفيع لعل زميلي الكريم رامي جبر مراسل القاهرة الإخبارية في واشنطن لديه المزيد لفك اشتباك هذا التناقض الذي نتصوره نحن تناقضا يا رامي هل كيف تفهمه أنت؟ مرحبا محمد في الحقيقة ما تفعله الإدارة الأمريكية تجاه الصين هو بالفعل مثير جدا للاهتمام ربما يبدو بالفعل للعيان أنه تناقض ولكنه عندما ننظر إليه بشيء من العمق سنجد أنه تجسيد لما تريده الولايات المتحدة أن تكون هذه هي طبيعة العلاقة مع الصين دعنا نعترف أولا أن الصين ليست صديقا للولايات المتحدة هذا هو الواقع ولكنها في نفس الوقت ليست عدوا وإن كانت في بعض الأحيان تصنف في خانة الأعداء هي منافس والولايات المتحدة تريد أن تعتبرها كذلك دائما منافس وليس عدو ليست مثل روسيا روسيا تحولت الآن إلى عدو خاصة بعد حربها على أوكرانيا تحولت إلى عدو للولايات المتحدة من وجهة النظر الأمريكية لكن الصين وضع آخر الصين منافس ما قاله أنتوني بلينكين منذ يومين عندما كان في زيارته الأوروبية يكشف كثيرا عن طبيعة السياسة الأمريكية مع الصين عندما قال لا نريد أن يتحول الأمر مع الصين إلى الأسوأ نريد أن نتجنب الأسوأ في علاقتنا مع الصين هذا هو ما تحاول الولايات المتحدة دائما أن تفعله تريد أن تبقي العلاقة في منطقة ليست دافئة كثيرا ليست باردة كثيرا منطقة وسط الصين منافس في التكنولوجيا الصين منافس عسكري الصين منافس في النفوذ على مستوى العالم الصين من وجهة النظر الأمريكية لديها رغبة في تغيير النظام العالمي مستقبلا تفرض على الولايات المتحدة تحديات وصعوبات تصل إلى حد المخاطر في بعض الأحيان ولذلك تريد الولايات المتحدة أن تبقيها منافسا لا تريد المنافسة أن تتحول إلى صراع كما ردد أكثر من مرة الرئيس الأمريكي جو بايدن ولذلك نجد مثل هذه الزيارات تحدث من آن إلى آخر ولكن هناك سؤال آخر لماذا لا يزور بلينكين الصين لماذا من يزور الصين هو ويليام بيرنز رئيس الاستخبارات الولايات المتحدة تتبع سياسة خارجية مع الأصدقاء غير التي تتبعها مع المنافسين أو من يصنفون في خانة الخصوم مع الأصدقاء ترسل لهم وزير الخارجية ولكن مع المنافسين عادة ما ترسل لهم رئيس الاستخبارات مثل ما كان يحدث عندما كان يلتقي رئيس الاستخبارات الأمريكي مع رئيس الاستخبارات الروسية في أرض محايدة هذا لأن الوضع مع روسيا متأزم ولكن الوضع أفضل قليلا في العلاقات الأمريكية الصينية ولذلك ذهب بيرنز إلى الصين تمهيدا لمحاولة إنعاش هذه العلاقات التي تحتاج إلى قبلة حياة في الفترة المقبلة حتى لا تتحول المنافسة إلى صرع شعرة معاوية هذه التي يبدو أن الطرفين يحرصان على إبقائها غير مقطوعة يا رامي ما الذي قد يقطعها في رأيك؟ تايوان؟ تيجارة؟ يمكن وهذا حدث في الحقيقة وبدأ مرعبا للغاية اعتراض لمقاتلات صينية لمقاتلة أمريكية أم ماذا في رأيك؟ كل هذه الأحداث التي ذكرتها وأكثر تعكر دائما صفو العلاقة الأمريكية الصينية وتقطع شعرة معاوية التي تحدثت عنها تايوان ملف مهم جدا في العلاقات الأمريكية الصينية أي حشود عسكرية صينية في محيط تايوان تثير الأمريكيين وأي تعاون أو مساعدة أو مساندة من الولايات المتحدة لتايوان تثير الصينيين أيضا التجسس وهي مسألة مهمة جدا أنشطة التجسس أو الأنشطة التي تعتبرها الولايات المتحدة تجسسا صينيا عليها دعنا نتذكر المنتظ الصيني الذي تم إسقاطه أوائل العام الجاري وتم إسقاط أجسام أخرى واتهمت الصين وبسبب هذا الاتهام وبسبب هذا المنتظ لم يسافر أنتوني بلينكين وزير الخارجية الأمريكية إلى الصين وارتدت العلاقات الأمريكية الصينية خطوات كثيرة إلى الخلف بعد أن كانت بصدد انفراجة مهمة بزيارة أنتوني بلينكين أيضا هناك أشياء كثيرة وجود لجنة في الكونغرس لبحث تحديات الصين يطلق عليها إعلاميا لجنة الصين هذه اللجنة بصدد التصويت على بعض التشريعات التي تحرم الصين من التكنولوجيا الأمريكية تضيق على الصين استيراد الأسلحة وتصدير الأسلحة تقيد حركة الصين في بحر الصين الجنوبي تقيد تطبيقات صينية من المرور في الولايات المتحدة أو الاستخدام في الولايات المتحدة مثل تطبيق تيك توك والذي أثار أزمة كبيرة في الولايات المتحدة نظرا لأن الولايات المتحدة تعتقد أن بيانات المستخدمين على تيك توك تذهب إلى الحكومة الصينية في إطار نشاط تجسس أكثر اتساعا كل هذه الأمور قد تقطع شعرة معاوية في يوم من الأيام ولكن دائما نجد أن هناك عقلاء في الطرفين يحاولون دائما الإبقاء على هذه الشعرة والإبقاء على مرونة في العلاقة ولكن واقع الأمر أن هذه العلاقة لا تتحسن كثيرا ولا تسوء كثيرا أيضا تبقى دائما في منطقة المنتصف نظرا لأن الطرفين ليسا مستعدان أبدا لمواجهة بهذا الحجم الصين والولايات المتحدة نتحدث عن علاقين لا نحن مستعدين ولا العالم مستعد ولا العالم صحيح لدينا ما يكفينا وزيادة يا رامي رامي أشكرك شكرا جزيلا يبدو يوما صحوا ومشرقا استمتع به صديقي الأعز شكرا جزيلا لك سنعود إليك إن حدث شيء ما للشعر يا رامي إن شاء الله شكرا جزيلا